نحن في جانب من التدريب أو التأهيل المقبلين على الزواج من نركز على الحقوق هذه وأنها ليست قضية عددية فقط أن تلكها وإنما نريد أن نصل من خلال هذه الحقوق إلى قضية التعايش الاندماجي أن يندمج وأن يكون هو لباسا لها وأن تكون هي لباسا له نمر اثنين أيضا في برامج التدريب هذه بنوجد الحياة العصرية إدارة البيت كيفة حتى ترتيب المنزل هذا جزء مهم لأنه أيضا أحد وسائل الاستقرار وكما تقول المرأة العربية لابنتها لا يشم منك الزوج إلا رائحة طيبة بمعنى أن الحقيقة أن المرأة عليها مسؤولية كبيرة جدا في إيجاد زينة البيت الزينة ليست فقط زينة معنوية وإنما زينة مادية مظهر وهكذا التجمل في حد ذاته ومأمور به شرعا من الاثنين حتى قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا أتجمل لامرأتي كما تتجمل لي فالقضية مشتركة فيما بين الاثنين فيما يؤدي إلى إيجاد التوافق وإيجاد العيش الذي يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية التشريع الإسلامي ليس شغوفا أبدا بإنهاء العلاقة الزوجية وإنما هو يوجد هذه الفرق كحل فقط كعلاج لمشكلات لا يمكن الاستمرار الحياة الزوجية معها لكن هو حريص كل الحرص بدلالة كون للنصوص الشرعية وبدلالة الواقع العملي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصحابة أبدا يطلقون إلا لمبرر إلا لسبب قوي ولذلك قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق